في فلسطين لو احنا بنتكلم على القضية الفلسطينية طبعا قضية بس بتشغل العالم العربي العالم الإسلامي كله ولكن في الحقيقة احنا نقدر نقول ان مصر والرئيس السيسي تحديدا هو رئيس افعال لا كلمات فقط يعني دايما كان فيه كتير من الدول تشجب وتدين فقط ولكن احنا في الحقيقة لأ كان عندنا موقف مصرين عليه وكمان موضوع اعمار غزة مرة تانية وزي ما شفنا وبدأنا فعلا ان احنا بنرسل مساعدات كتير قوي قضية فلسطين هي قضية العرب المركزية زي ما بيقولوا تمام ويمكن مصر هي اكثر الدول التي قدمت وما تزال حتى هذه اللحظة تقدم الكثير جدا لمساندة الاشقاء الفلسطينيين وكثيرا ما يعني ساندت الفلسطينيين ودعتهم حتى للم الشمل وغيره باعتبار ده عامل اساسي تمام للوصول الى حلم الدولة الفلسطينية ويمكن ايضا مصر كانت من اكثر الدول التي ساندت الفلسطينيين في حال وقوع اعتداءات عليهم والاعتداءات دي متكررة والتجاوزات متكررة من جانب اسرائيل في حق الفلسطينيين ويمكن اقربها كما تعلمي حضرتك يعني المشاهد الكريم الاعتداء على قطاع غزة تمام الاعتداءات على قطاع غزة والحرب على غزة مؤخرا هو مين اللي نجح الحقيقة في التوصل الى وقف اطلاق النار هو الحقيقة الجهد المصري الذي وضح وخلى الرئيس الامريكي بايدن يتصل بالرئيس السيسي مرتين في هذا التوقيت الحقيقة ويضغط على اسرائيل للتوصل الى وقف اطلاق النار الجهد المصري والتحرك الدبلوماسي المصري المكثف والزيارات المتكررة للجانب الاسرائيلي او للجانب الفلسطيني هو ده اللي اقنع الادارة الامريكية بان مصر هي دولة مفتاحية في المنطقة ان مصر هي القادرة بالفعل على فك خيوط هذه التلاصم اللي بتجري في هذه المنطقة المتوترة وانه اي تسوية لا يمكن ان تمر الا عبر مصر ده اللي خلى الادارة الامريكية وحديك تعلمي كان اولوياتها ما كانتش القضية الفلسطينية يعني بايدن اول ما جيه ما كانتش اولويات وقصة القضية الفلسطينية اعتبر قضية بالنسبة لهم اتحجمت نوعا بالضبط النجاح المصري بقى انه رفع تاني الاولوية لهذه القضية في اهتمامات الادارة الامريكية واثبت ان هذه القضية لابد ان نتوصل فيها الى تسوية عادلة وشاملة وانه الطرف الاسرائيلي حقيقة بيتجاوز في حق الطرف الفلسطيني وانه عدم تسوية هذه القضية تسوية عادلة وشاملة هو اساس كل الشرور يعني على حد قول الرئيس السيسي انه كثير جدا من اعمال العام في اللي احنا بنشوفها من تنظيمات وغيرها هو نتيجة عدم التسوية الحقيقية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية ويمكن كلنا نتذكر يعني الزيارات المكوكية اللي ام بيها الوزير عباس رئيل او الى غزة الحقيقة حتى توصلنا الى وقف اطلاق النار وما تبع ذلك بقى الحقيقة سوزة دالي تمام ان المسألة لم تتوقف فقط عند وقف اطلاق النار ويعني وضع موضع التنفيذ وده امر كان مهم لكن ما بعده احنا بنوقف اطلاق النار ليه علشان نستمر في عملية التنمية بالزبط يعني انا لو وقفت لكن الشعب جوه قاعد مش لا برضو في وفاية معانا شديدة جدا ومن هنا بيعكس لحضرتك بقى انه التدخل المصري الحقيقة اوقف محاولات اطراف اخرى لكي تملأ الفراغ داخل قطاع غزة اطراف كان يهمها قوي استمرارية التوتر في المنطقة الحقيقة التدخل المصري كان تدخلا زكيا بامتياز في هذه المرحلة والمبادرة المصرية لاعمار غزة ودعوة الشركات المصرية للدخول الى غزة والبدء الفعلي احنا شفناها كلنا على شاشة التلفزيون الحقيقة بدء عملية اعادة الاعمار ورفع الركام نتيجة الهجمات الصاروخية الاسرائيلية على قطاع غزة ومحاولة تحسين جودة الحياة بالنسبة للمواطن في غزة كل ده الحقيقة للقيادة السياسية المصرية ويحسب للدولة المصرية لانها اعادت زي ما قلت حضرتك تشكيل دورها الاقليمي واثبتت ان مصر لا تتخلى ابدا عن مبادئها مصر طول عمرها مساندة للقضية الفلسطينية ويمكن اكتر الفترات التي تشهد مساندة هي الفترة الحالية فترة الرئيس السيسي لانه زي ما حضرتك قلت كده انا حختم بهذا الكلام انه رئيس افعال وليس اقوال بالضبط يعني لو احنا بنقول ان اعادة الاعمار دايما هي اهم شيء يعني انا ممكن انا اوقف ضربه معين اوقف عدوان خارجي ولكن الناس عيش ازاي وغير ان انا لما بلاقي عمل داخل البلد دي بشوف خلاص ان البلد دي اصبح شكلها مختلف اصبح الشعب بتاعها له فكر مختلفة مش هقدر ان انا لان الحرب حداك تعلم ان هي ما بقتش حرب زي زمان اصبح حرب تقليلية افكار حداك شايف برضو اكيد في دور معين برضو الرئيس السيسي بيحاول يزرعه في عقول الشباب سواء في مصر او في الخارج ده بالتأكيد وان شاء الله خلاص احنا بعد برضو ايام شهر حيبقى فيه المنتدى الشباب العالمي فيه بيتم منقشة كل القضايا اللي بتهم شباب مش بس مصر شباب العالم كله ده حي يمكن زي ما حالتك بتشيري كده البيئة البيئة اللي بتظهر فيها حتى يعني اعمال عنف او اعمال تطرف او افكار شازة او غيره الحقيقة لما انت بتوفري بيئة جيدة بالنسبة ليه اللي بيعيشوا في هذه البيئة اعتقد انت بتسدي منافس كتير جدا امام التنظيمات العنيفة انها تستقطبهم ويمكن ده ايضا زي ما بقول حياتك ده دور ذاكي جدا من القيادة السياسية المصرية ومن الدبلوماسية المصرية لانه هنا الدبلوماسية المصرية بتشتغل فيها مؤسسات كثيرة جدا طبعا وزارة الخارجية في مقدمتها لكن كل الوزارات الحقيقة بتشتغل خصوصا فيما يتعلق مثلا بقضايا اعادة الاعمار في قطاع غزة مثلا او في مناطق اخرى يعني تاخدي مثلا نهاردة ليبيا مثلا نفس القصة تمام الشركات المصرية بتدخل في ليبيا ففكرة تحسين البيئة واستعادة الدولة الوطنية مرة تانية والحفاظ على منجزات التنمية اعتقد انه ده هدف اساسي من اهداف السياسة الخارجية المصرية لانه هدف السلام والتنمية لا يتحقق الا في ظل استقرار ونصد مسيرة السلام والاستقرار في المنطقة وتحاول بكل جهد انها تستعيد الدولة الوطنية في مناطق التوتر في ليبيا من ناحية انها تحقق حلم الدولة الفلسطينية من ناحية تانية بالنسبة لسوريا بالنسبة اليمن يعني كل جؤر التوتر السياسة الخارجية المصرية حاضرة بقوة على اساس مهم هي احترام خيارات الشعوب نحن لا نملي ارادتنا على احد انما احنا نساند من يطلب مساندتنا وفي نفس الوقت بنحترم ارادات الناس عشان كده بنقول والله يا جماعة في ليبيا لازم تجرى انتخابات والليبيين يختاروا بانفسهم يختاروا القيادة التي تستمر ونحن نحترم هذا الاختيار في فلسطين لابد ان نعود مرة تانية الى طاولة المفاوضات ولكن على اساس انه لابد ان تكون هناك مرجعية للشرعية الدولية وانه هناك قرارات لابد من احترامها وانه لابد من مبدأ حل الدولتين هناك قواعد ثابتة الحقيقة يا سيد داليا مرة الرئيس سيسي اكثر من مرة يؤكد عليها ويجدد التأكيد عليها حتى لا ينسى العالم لانه في غمار امور كثيرة جدا فيه اضايا كتير ممكن تتلاش يمكن ما يحسب للسياسة الخارجية المصرية انها اعادت التأكيد على منطقة الشرق الاوسط كمنطقة تستحق الاهتمام من القوى الكبرى لو انا قبل ما نطلع برا القضية الليبية بعد ما احنا خلاص وتحدد الانتخابات فيه كتير من الليبيين ذاتهم شايفين العملية جميلة وماشية على خطة جميلة او البعض الاخر لا شايف حضرتك ايه وجهة النظر السياسية شوفي شوفي يعني مصر عملت ما تستطيع ان تفعله الكرة النهاردة في ملعب مين في ملعب الليبيين انفسهم لابد ان الليبيين انفسهم يدركوا ان مصلحتهم ان يكونوا معا مش مصلحتهم ان يكونوا مع الاخر يعني فكرة ان انت تستقوي بطرف اجنابي او بطرف خارجي انت الخاسر الحقيقة انما انت استقوي باخيك ده الاهم لان في النهاية المصلحة جماعية ومشتركة عمر ما فئة او قبيلة او مجموعة هتحقق مصلحة اكتر من المصلحة الجماعية اطلاقا لابد ان نفهم هذا ان استعادة الدولة الوطنية تحقق مصلحة للجميع سياسيا وعلميا الدولة تسعى لتحقيق مصالح الجميع مش مصلحة فئة على حساب فئة اخرى لابد انه حتى كل الدول اللي بيبقى فيها قبائل او غيره لابد انها تدرك هذا الكلام انه الارضية الوطنية دي خط احمر لا يمكن ابدا تخطي او تجاوزه لتحقيق المصلحة العامة طيب احنا كنا زي ما بدأنا بالعراق برضو كان فيه تعاون بين مصر والاردن والعراق وطبعا لقالية كبيرة الكلام ده كان عام 2021 شايف حضرتك اهميته تلت دول دول تحديدا شوفي التلت دول دول الحقيقة بيطلقوا وصف مشروع الشام الجديد يعني زي ما اطلقوا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظيمي تمام مشروع الشام الجديد ده ناس كتير اوي شايفة انه هو يعني له ابعاد اقتصادية الحقيقة انا شايف ان له ابعاد اقتصادية ولكن له ايضا ابعاد سياسية مهمة بامتياز ايه هي الابعاد السياسية دي حاجة بتكلمي على مصر وعلى العراق وعلى الاردن هذا المثلث الحقيقة يقدم مشروع واضا لوقف عمليات ومشروعات نافذة سواء من جانب اطراف اقليمية هنا او هناك توقف عمليات توسع بتسعى بها اطراف سواء كان بقى اطراف خارجية اطراف خارجية طبعا اطراف اقليمية يهمها اوي استمرارية التوتر في هذه المنطقة ويهمها اوي انه هذا التكتل لا يستمر لأي مدى نجح التعاون ده لغاية النهار شوفي التعاون ده الحقيقة مرشح انه يضم دول اخرى لكن هو بادي الحقيقة بداية سليمة البداية السليمة هو رغم ان له اهداف سياسية بعيدة المدى زي ما قلت لحضرتك كده هي ايقاف مشاريع التدخل الاقليمية الاخرى تمام انما له كمان قواعد سابتة القواعد هي التعاون الاقتصادي فكرة التعاون الاقتصادي لو حضرتك تفتكري معايا الاتحاد الاوروبي كيف بدأ الاتحاد الاوروبي بدأ بالقضايا الاقتصادية والقضايا الفنية اللي هي مساحات المشترك بين الاطراف المختلفة مش مساحات الاختلاف تمام عشان تقدري تبني عليها وتحاول تحلي اي وجه من اوجه الاختلاف في النواح وبالتالي ده اللي بدأ به الحقيقة مشروع الشام الجديد بين مصر والعراق والاردن مصر تستطيع ان تقدم خبراتها للعراق الشركات المصرية وصلة لداخل العراق في البنية التحتية وغيرها اعادة اعمار العراق بعد يعني ما دمرها حروب كثيرة جدا نفس الفكرة بالنسبة للاردن التعاون سواء في مجال الطاقة الكهربية البترول الزراعة وغيرها من الامور اللي يمكن ان يستفاد فيها من المزايا النسبية لكل دولة هتعود الفائدة على الشعوب التلاتة وعلى الدول التلاتة الحقيقة ده هيفتح شهية دول كتير تانية من غير ما احنا نقول لدول تنضم هم اعتقد اللي هيتطلبوا بعد كده بالزبط كده عشان كده انا بقول حدثك هو مرشح انه يضم دول اخرى هو بادي بداية جيدة وبالفعل تم اتخاذ اجراءات على الارض وحضرك بتلاقي الشركات المصرية هنا وهناك وبالتالي احنا ماشيين في الطريق السليم لكن تقييم نتائجه يعني ما زال مبكرا برضو لكن احنا ماشيين في الاتجاه المزبوط اللي حيبني بالفعل مشروع سياسي متكامل بيقول ان احنا استعدنا قوة لا تنسي حضرتك امر مهم جدا انه المسألة دي كمان مرتبطة بالدعوة اللي كان نوجهها الرئيس سيسي يعني قبل سنوات فكرة الجيش العربي المشترك تمام فكرة الجيش العربي المشترك دي وتوزيع الادوار وكلام ده كله دي مسألة بالتأكيد حتبقى مثارة في وقت ما حين نحقق تقدما في هذا التحالف ما بين مصر وما بين العراق وما بين الاردن مع دول اخرى مرشحة اللي انضمام له جيدة